انخرط فصيل غرينغوست المساند لنادي أولمبيك خريبغا في الحملة التضامنية مع ضحايا زلزال الحوز من خلال قافلة تحت شعار الشعب للشعب ونشر الفصيل الخريبغي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا عن مبادرته المذكورة جاء فيه أبت أولتراس غرينغوست أن لا تمر هذه الفاجعة مرور الكرام وقامت بحملة تبرعات لقية استقبالا كبيرا من الساكنة وستجون خوي يؤكد روح التضامن بين الشعب عشنا لحظات تقشعر لها الأبنان سويا وستبقى راسخة في الذاكرة ونشكر كل من ساهم بالقليل وبالكثير لإنجاح هذا العمل الإنساني من جئتي أهدى نجم المنتخب المغربي حاكم زياج خلال ظهوره الأول هذا الموسم رفقة فريقه الجديد غلط الصرايا التركي أهدى إذن مساهمته في الهدف الذي سجل باسم زميله الأرجنطيني إيكاردي لضحايا زلزال الحوز وتحدث لاعب تشيلسيا السابق عن الحركة التي قام بها بعد مساهمته في تسجيل فريقه لهدف خلال مواجهة سامسونس بور حيث رسم حرف أم بيديه في إشارة إلى دعمه لبلده المغرب والمتضررين من الزلزال وقال زياج في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه نعم تلك الحركة كانت تعني شيئا جاءت إلى ذهني وكانت من أو كان من الضروري أن أقوم بها لتقديم الدعم لبلدي في هذا الوقت العصيب على صعيد آخر عبر فريق النجم الرياضي الساحلية تونسي عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وارتدى لاعب الفريق التونسي خلال مباراته ممسن السبت أمام الجيش الملكي من رسم ذهاب الدورة التمهيدية الثاني من مصابقات دور أبطال إفريقيا قميسا مكتب عليه كل التضامن مع شقائنا في ليبيا والمغرب وكان النادي قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام إذ عبر من خلالها عن دعمه وتضامنه مع الشعب المغربي بعد الزلزال الذي ضرب المملكة جماهير نادي الأهلية المصري عبرت أيضا عن دعمها لشعبين المغربي والليبي جراء زلزال الحوز وإعصار دانيال من خلال رفع لافتات وترديد شعرات تدعم المناطق المنكوبة أبرزها لافتة كتب عليها قلوبنا مع أهلنا في المغرب وليبيا وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريق الأحمر باتحاد العاصم الجزائري لحساب كأس السوبر الإفريقي بملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائفة السعودية في الدورية الأوروبية التي استؤنفت منافساتها بعد فترة التوقف الدولي وقبل انطلاق مباريات عرفت وقوف اللاعبين والجماهير بالمدرجات دقيقة صمت ترحما على الضحايا والمفقودين جراء زلزال المغرب وإعصار ليبيا ففي إسبانيا وخلال مباريات الجولة الخامسة من الليقة أبدت جلال أندية تضامنها مع الضحايا والمتضررين استجابة لنداء رابطة الليقة التي طالبت الفرق بإبراز قيم التكافل والتعذر في مبادرة إنسانية من أجل دعم المنكوبين نبقى في إسبانيا حيث أكد نادي أتليتيكو مادريد انخراطه في حبلة التبرعات التي أطلقتها رابطة الدوري الإسباني من أجل دعم ضحايا زلزال الحوز المدمر ونشر الأتليتي بلاغا عبر حساباته الرسمية في مواقع تواصل الاشتماعي من بينها منصة إكس جاء فيه نحن ننضم إلى المبادرة التي أطلقتها لاليقة تضامنا مع كافة الشعب المغربي المتضرر من الضلزال يوم الجمع الماضي بدوره عبر ديفيد مويس مدرب نادي ويستهام يونيتد الإنجليزي عن تضامنه ودعمه للشعب المغربي جراء الضلزال الذي ضرب العديد من المناطق داخل المملكة وعلق مويس على الكارث عبر تصريحات صحفية بالقول زلزال المغرب بمثابة مأساة رهيبة للجميع مذكرا أنه تحدث مع الدول المغرب نايف أغيرد للإتمئنان على وضعيته في ظل تواجده حين رفقة المنتخب المغربي الأول في مدينة أغادير استعدادا للمباراة التي تقرر إلغاوة بعد ذلك ضد بوركينا فاصو لحساب الجولة الختمية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقرر مطلع السنة المقبلة في الكودفور رابطة الدور الفرنسي لكرة القدم انخرطت بدورها في حملات تضامن مع المملكة المغربية عقب زلزال الحوز من خلال مجموعة من المنشورات عبر حساباتها في مواقع تواصل الاجتماعي أبرزها في صفحة رسمية ناطقة باللغة الإنجليزية في منصة X اتكتبت كل الدعم للشعبين المغربي والليبي جراء زلزال الحوز وفيضانات دانيال مرفوقة بصورة لجماهير باريسان جرمان الفرنسي التي رفعت لافتات تضامنية مع الدولتين خلال مواجهة نيس لحساب الجولة الخامسة من الدور الفرنسي الممتاز كان هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة عودا إليك نجس